في 2011 سقطوا لحكومته صح؟ هو فات عند مئيس أوباما لا لا إذا هل أدي مغرومين فيه لابدوا نسقطوا لحكومته شهود الزور؟ تب مختفيت شهود الزور بعدين؟ لا 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 غلطين أساسيات عمله وهذا المقال بيقولون تبقى بيقول هناك فقط غلطين عملهم سعد الحريري مع ثنائي الشيعي بس تعلم بعد 2010 ما يعملون يلي هن؟ واحد ما حصل بسبع أيار 2008 أوكي بموضوع بتعرف الاتصالات مع الاتصالات ويلي صار فيه بالإنقلاب يلي صار بالداخل ورحنا على الدوحة يلي فعليا اتبحنا الطائف من الوريد للوريد بالدوحة لأنه الدوحة غيرت كل المقاييس يلي نحنا كل لاتنا عم نطالب فيه تاني شي قصة شهود الزور مع أنه هن كان فيه اتفاق متما بتعرف صح بالمحكمة الدولية أنه لا يكون الاتهام للمؤسسة تكون الاتهام للأشخاص لما إجوا شهود الزور تغيروا بهالمعادلة لراكبة أسقطت الحريري من وقته المقال واضح ما غلط ولا مرة الحريري ما هو ولما طلع بالموقف الرسمي بأربع نوفمبر 2017 بالسعودية وعلن استقالته وهاجم واتهم حزب الله باعتقدت الله يتب نعرف أنه الزلمي ما كان حر القرار بهديك المرحلة لقد كان اليوم بالنتيجة عمل تمام بدون الاتفاق يعني عم بتقول لي اليوم أنه الرئيس الحريري هو الابن المدلل لحزب الله أنا قلت بالانتخابات يا ماريو أنا قلت بالانتخابات 2018 الشريك الأول والأخير عم بيحكي ببيروت كان هو الحريري بس قدرت الإعلان كيف الشريك الأول والأخير لا 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 لحزب الله عند السنة ببيروت كان الحريري بالانتخابات حتى ما نضيع وقتنا يلي صارت فيها ما فاتوا على لويح مضادة لألو أي يا بيح مضادة أنا عمل لكيها ما لش أنا ما نعشتها ما تنسى أنا كان معي أصوات على قليلة سمع تلاف صوت زيادة أكتر ما أعلنوا للساعة ستة من الليل وين راحوا ما هو بتتاف عنه في محاية بوزارة الداخلية في محاية بس من قطعت الكهرباء بوقتها كيف من قطعت الكهرباء لا 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 تغلطها أنا أختي كانت موجودة بالفرز من قطعت الكهرباء وقاللهم نطلعوا لبرة ما لش خمسة واربين ديها هلأش بدي يفوت بالماضي اليوم أنا بعتاد الانتخابات مكانت بالآخر مصفوطة كان فيها لعب وتزوير والبرهان أنه أنا أصواتي اللي عديناها لما سكرت الأقلام تختلف عن ما أعلن رسميا بالانتخابات بس أنا هون شو بنتي هلأ أنا صارت ورانا تتقل لي شو نحن اليوم بالنتيجة اليوم إجا بالالفين وستعاش لما حزب الله قرر أنه يعمل هالاتفاق يلي هو الحريري التسوير التسوير رئيسي شايف حزب الله بزكاة أنه بالآخر اليوم حتى نقدر ينبرر هالتسوير يجب إيجاد معادلة الزعيم الأقوى بطائفته قال لك لك نعمل قانون انتخاب منطلع جبران بسيل الزعيم الأقوى بالشيعة بالمورنة النبي بره الزعيم الأقوى بالشيعة سعد الحريري الزعيم الأقوى بالسنة ووليد جمهورة الزعيم الأقوى بالسنة الحريري السياسية أو النمط الاقتصادي الحريري السياسي أول شي يقول لي شو هو النمط السياسي لق خليك معي شواء هيدا السياسة الاقتصادية الرائية اللي وصلتنا لهون بش هيك بيقول لق شو أنتك شو منها خليناه بالمارسة نحن بنعرف أنه المشكل الكبير هي هالمؤسسة المصرفية والزنبرق تبعها هو بنك المركزي شفت أنت في موقف واحد من حزب الله عم يقول بنا نغير حاكم بنك المركزي ترجمة نانسي قنقر